خلونا نذهب إلى القانون وإنتوا طالبتوا بمحددات أخرى غير المحددات أنا هنطالك من الأميرة عدته لأنه زي ما إحنا شفنا القانون حصل لتغيرات طول الوقت ولكن الفلسفة ما كانتش بتتغير إن إحنا شايفين النساء نقصات عقل ودين أو النساء تكونوا عقل للنجال وكمان فيها بعض النصوص كمان ظلمة للرجالة فإزاي نعمل التوازل دا ويكون عادل لكل أفراد الأسرة اللي كلمت عليه إحنا عملنا باب مختلف إحنا عملنا قانون متكامل فمثلا بقى فيه حاجة عن الخطبة القانون بتاعنا ما فيهوش أي حاجة عن الخطبة فده كمان حطنا حطينا حاجة إن في سن الزواج برغم إنه هو لازم يكون 18 سنة وفيه عقاب لي لكن ما كانش بيتكلم على لا توصيق إحنا قلنا لا كمان لا تزويج مش الموضوع لا توصيق لإنه ممكن دلوقتي زي ما بيحصل إن الناس بتتجوز عرفي أو سنة وياخدوا إيصال أمانة وبعد كده وتيبدأ توصيق الزواج على سن 18 فيه مشاكل كتيرة فإحنا بدأنا كمان نشغل على الإشكاليات اللي إحنا بنشوفها في الواقع فكرة كمان فكرة الأحكام النفقات ودي مشكلة كبيرة جدا بتواجه الستات أولا النفقات قليلة جدا وهنا بقى اتكلمنا على مسئولية الدولة مسئولية الدولة إن هي تعمل على الأقل إن يبقى الحد الأدنى للنفقات هو الحد الأدنى للأجور اللي هي الدولة معترفة بها وإن هو لو الراجل عنده أزمة مالية إزاي الدولة تبقى هي اللي بتتكفل بالبقي عبر صندوق بنك ناصر وإن إحنا نحل الإشكالية بتاع صندوق الأسرة وده إحنا متفقين إحنا والمجلس القومي يعني إحنا كنا حطينه في فكرة تكوين صندوق أسرة هو اللي يدفع الباقي بتاع النفقة اللي هو لا يستطيع الرجل لغاية لما يبقى ميسر ويدفع أنا حاف بقى عند النفقات لأنه موضوع بنك ناصر ده موجود اللي هو بتاخد 500 جنيه أظن وده ولا حاجة إيه الطرح اللي إنتوا بتطرحوه إن هو يتاخد كل النفقة من إيه من السندوق بتاع الأسرة اللي إحنا طرحينه إن هو يعمله وحطله شكل فيه لكن لا في موارد مالية إحنا رفعين قضية على بنك ناصر لإن هو ما فيه سنط قانوني إن البنك يقرر لوحده هو اللي يجي 500 جنيه لا مش فاهمة يعني إنتوا عايزين بنك ناصر يدفع النفقات بدل الرجال المؤمنين دلوقتي بيحصل إيه النفقة 1500 جنيه الست بتروح بتنفذ في الخمسمية لا وبينفذوش بعصر راجعي بزبط وحدي في إشكاليات كتير فأنا اللي بقوله إن البنك ينفذ وبعد كده يرجع على الراجل ماشي؟ ده اللي أنا بقوله هو ده